حسين الشحات صالح الشيبي وهاني السعيد كان واقف والأمور كلها على ما يرام ولكن حق النادي الأهلي ما بيروحش بالصلح حق النادي الأهلي حق النادي الأهلي الأمور هتبقى صعبة فكابتن سادة عالتعفيز كلم معتاد كلم معتاد قرر أنه هو يوقع غرامة على حسين الشحات أقول لكم قصة بقى أي إدارة غير الأهلي وأي واحد غير سادة عالتعفيز يقولك إيه ركز معايا عقوبة سرية حعجبه سرية لو طلعت دلوقتي حديد اللاعب ما أقول عقوبة شديدة حطيلي تاني الحاجة المقرى كده أنا دلوقتي سيفزير كان جايب سورة والناس بيصالحوا بعض فطلع سادة عالتعفيز وإدارة الأهلي قالك توقيع غرامة مالية كبيرة يعني سادة عالتعفيز عايز يقول لنا الصلح ده ليه كنتو الصلح ده ليه كنتو طالما فيه عقوبة كبيرة يبقى فيه حدث كبير يبقى فيه حدث كبير الشيبي حط بوست دلوقتي بس أنا لو عرضت البوست داع الشيبي حبوز الصلح بقى والقصة وكده فخلاص ان شاء الله برضو تكون في حالة عصبية وخلص القصة وانتهت ولكن الحقيقة ده تحرق إجابي من نادي الأهلي كان لازم كان لازم أعرضه وكان لازم أشيد بالأهلي مع أننا يعني عملنا قعدة عرب وقلنا أن القصة خلصت والموضوع انتهى والناس صالح بعض ولكن خلاص هنا سيد عبد حفيز شايف في الملعب أن الخروج عن النص كان كبير واحد يقول لي يا عم ما تزاودهاش أقوله أنا ما بتزاودهاش سيد عبد حفيز هو اللي أعلنها مش أنا عقوبة توقيع غرامة مالية كبيرة كان ممكن يقول كان ممكن يقول توقيع غرامة مالية كان ممكن يقول أن دي توقيع غرامة مالية بيرامدس في نفس التوقيت أعلن دلوقتي أنه هو هيتقدم بشكوى رسمية بالوقع لأن الوقع على حسب بيرامدس كانت يعني يعني كانت هو قيل أن الوقع كان فيها تهديد لمستقبل اللعب ممكن يكون كابتن حسين في لقطة في لقطة معينة مسألة خش عليك جامد أي حاجة خلاص أنا أنا كسيف زاهر كمية حياتي أن أنا كنت أقفل لكم الموضوع كده ولكن الكابتن سيد العفيز وإدارة بيرامدس لهم وجهة نظر مختلفة ولهم كل الاحترام وحاجة الحقيقة بالنسبة لنا قيم مهمة ما ليش علاقة بصول ما ليش علاقة بحاجة العيب غلط يتعاق وبعد كده خلص الموضوع خلاص يعني ما نكبرش الموضوع أكتر من اللازم ترجمة نانسي قنقر